بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلبة الفيزاء النووي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلنا المرة السابقة المحاضرة السابقة في شابتر نامبر ثلاثي وهو عبارة عن وهو عبارة عن وهو عبارة عن نموذج قطرة السائل حيث شبهنا النواة بأنها قطرة سائل قطرة السائل التي تحاول أن تحافظ على شكلها الكروي وهو الشكل الأقل طاقة أقل طاقة فأخذ هذا النموذج وطبق على النواة لأن النواة تحاول دائما أن تكون بشكلها الكروي الذي يمتلك أقل طاقة ممكنة لأن جميع الأنظمة الفيزيائية تبحث عن الاستقرار لذلك يوجد بأن هناك خمسة حدود تؤثر في النواة بحيث تعمل على تعمل على زيادة طاقة طاقة ربط ارتباطها وتحاول أن تحافظ على شكلها الكروي كما في قطرة السائل هذه الفايف تيرمز ذكرناها المرة السابقة في المعادلة رقم واحد ونبدأ اليوم من عند هذه المعادلة إن شاء الله وسندرس عبارة عن The Three Pairs Terms وهي عبارة عن Volume Term Surface Term و Column Term وباقي التيرمات سندرسها في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله فالVolume Term لاحظوا في Volume Term يا جماعة هذه الباندينج انرجي هذه الباندينج انرجي تتناسب تناسبا طديا مع Volume Term فالVolume Term لاحظوا بأنه يعتمد على The A اللي هو عبارة عن الماس نمبر لماذا الماس نمبر لماذا يعتمد على الماس نمبر لأنه يا جماعة كلما كلما زادت عدد الجسيمات النووية داخل النوى زادت زادت قوة تزداد قوة الترابط بسبب أنه هذا الجسيم الذي يلتحق بالنوى الذي يلتحق بالنوى سيعمل على توليد قوة بينه وبين النوكليونز المجاورة له والنوكليونز اللي يبعد عنه وهكذا فلذلك يبدأ بتشكيل روابط للقوة النووية القوية قوة النووية قوية فلذلك كلما زاد العدد الكتلي زادت عدد الروابط روابط القوة وزادت طاقة الروابط النووية هذا من نسبة لفرست فإذن الفوليوم term هذا يمثل القوة النووية القوية بين الجسيمات النووية where nuclear interaction increase as a increase فالتفاعل التفاعل النووي يزداد لأنه كل جسيمة كل جسيمة ستولد ستولد مجالا نوويا قويا وهذا المجال النووي القوي يتفاعل مع المجالات الأخرى بحيث أنه يعمل على زيادة طاقة الربط كلما زادت تفاعل زادت تفاعل تفاعل المجالات بين بعضها بعضا زادت طاقة الربط ستولد ويقEdu هذه لا تعتمد على نوع النووي النوع الجسيم المنووية سواء كانت بروتون أو نيوترون فالقوة المتبادلة بين البروتونات هي نفس القوة المتبادلة بين النيوترونات هي نفس القوة المتبادلة بين البروتون والنيوترون ما تعتمد على النوع فلذلك هاي ممكن أجيب لكم معها سؤال هل هذا الحد يعتمد على نوع الجسيمات النووية لا لا يعتمد الآن لاحظوا هناك مشكلة في هذا الحد يعني بمعنى آخر كلما زادت جسيمات نووية أو بمعنى آخر كلما زاد العدد الكتلي كلما زادت طاقة الربط فلذلك لو تركنا الأمور على هذا الحد لو وجدنا بأنه هناك الأنوية حجمها بحجم الأرض أو حجمها بحجم الشمس ليش؟ لأنه كلما زاد عدد الجسيمات فيها ازدادت طاقة الربط وكلما كانت أكبر كلما كانت طاقة الربط أكبر فلذلك الضلي تكبر 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 لحتى تصير بحجم الشمس وهكذا فلذلك هذا غير منطقي الآن لاحظوا يا جماعة هذا الحد غير منطقي يجب أنه نكبح جماح هذا الحد ونحاول أن نوقفه عند حجم معين نحاول أن نوقفه عند حجم معين من الذي يقوم على إيقاف هذا الحد عند حجم معين؟ الذي يقوم بذلك أو الذي يقوم بكبح جماح هذا الحد اللي هو الفوليوم تير اللي هو عبارة عن السيرفيستير فلاحظوا السيرفيستير متحته على إشارة سالب بمعنى آخر هي تقلل من البايندينج انرجي والسبب مية بالمية واضح ليش؟ لأنه كلما زادت عدد النوكليونز أو الجسيمات النووية الجسيمات النووية التي تكون على السطح شو تكون؟ تكون أقل ارتباطاً بالنواة من الجسيمات التي تكون في الداخل في داخل النوة فلذلك هذه الجسيمات النووية التي تكون على السطح يكون ارتباطها قليل جداً ويمكن أنه نفقدها بسهولة فكلما زاد الحجم يزداد السطح إذا زاد السطح يا جماعة معناته هذا زيادة السطح سوف تقلل من طاقة الربط النووية ليش؟ لأنه بزيادة السطح الجسيمات النووية الموجودة على السطح تصبح تنفصل بسهولة لأنه بعيدة عن مركز التفاعل اللي هو مركز النووة بعيدة أصبحت بعيدة وأيضاً هي مرتبطة من وجه واحد لكن الوجه الآخر ما فيه ارتباط بينه بين أي جسيمات أخرى فلذلك هو مرتبط من جهة واحدة ولذلك فقدانه يكون أسهل كلما زاد حجم السطح زيادة حجم السطح تتضمن بأن الحجم زاد فلذلك نوكليونز on the surface of the nucleus are less tightly bounded less tightly bounded يعني أقل ارتباطاً أقل ارتباطاً بالنواة because it has less interaction pair nucleon لديها تفاعلات لكل نوكليون تفاعلاتها أقل مثلاً لو أخذنا النوكليونز المنقمس في الداخل موجود داخل النواة في الداخل مش على السطح في الداخل تلاحظوا أنه يكون روابط نووية قوية من الأمام من الخلف من الجنبين من جميع الأجناب فلذلك هذا صعب أن ننتزع من النواة لأنه مرتبط من الأمام من الخلف وهكذا لكن الموجودة على السطح هي أقل ارتباطاً فلذلك إذا زادت حجم السطح نستطيع أن نفقدها بكل سهولة وبمعنى آخر زيادة السطح تقلل من البايندينج انرجي فلذلك هذا التيرم يا جماع أتى وكبح جماح هذا التيرم عفوا هذا التيرم أتى وكبح جماح الفوليوم تيرم قال وقف عندك وقف عند حدك لا نستطيع أن ننظل نزيد 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 وهكذا لاحظوا هذا الحد مع إيش أتناسب خلينا أرجع للفوليوم تيرم عفوا الفوليوم تيرم اللي هو عبارة عن ال-A يتناسب مع الحجم لاحظوا الحجم يتناسب مع إيش مع R تكعيد R تكعيد الآن يجمع نصف القطر اللي هو R مع إيش يتناسب هذا أخذناه في الشابتر نمبر ون يتناسب مع ال-A قوة ثلث A قوة ثلاث وهي أتت أصلا من الفوليوم لأن الفوليوم يتناسب تناسبا طرديا مع A اللي هو عبارة عن الماس نمبر لكن يا جماعة السطح السطح عبارة عن اللي هو أربعة R تربيع R تربيع استبدل مكان R قيمتها بدلالة A شو تصبح A قوة ثلاث تربيع تطلع أي قوة 2 على ثلاثة لذلك أتى هذا التيرم هذا يمثل R تربيع R تربيع فالسطح هو أربعة R تربيع لحظة يا جماعة هذا دعنا أقرأ باللغة الإنجليزية which means that the binding energy will decrease as the nuclear surface increase كلما زاد حجم سطح النواة الخارجي كلما كلما قلت طاقة الربط النووية فلذلك صحيح الحجم يزداد إذا ازداد الحجم سيزداد السطح وإذا ازداد السطح سيقلل من طاقة الربط النووية since the atomic radius is proportional to A قوة ثلاث the surface term will proportional to A قوة ثلاث اللي هي R تربيع الآن أنتقل إلى الحد الثالث والحد الثالث اللي هو عبارة عن column term لحظة column term اللي هي عبارة بالسالب ولماذا سالب لأنه تقلل حقيقة من طاقة الربط النووية لماذا لأنه التفاعل الكهربائي بين مكونات النواة هو عبارة عن تفاعل تنافري لماذا لأنه عندي شحنات موجبة موجبة فقط شحنات نوعها موجب داخل النواة فلذلك بينها قوة التنافر وهذه قوة التنافر ليست بالسهل قوة تنافر قوية جدا قوة التنافر قوية جدا طيب قوة التنافر هذه مع ماذا تتناسب الآن الـ column repulsive force between proton inside nucleus will decrease the binding energy سوف تقلل منطقة الربط النووية لأنه في تنافر يحاول أن نفكك النواة in a rough approximation the nucleus can be considered as a sphere of uniform charge density الآن الـ rough approximation اللي هو يعني تقريب مضطرين أنه نجيبه وهو تقريب يعني يعني فيه نوع نوع من خلينا نقول عدم الصحة 100% rough هيك صعب لكنه يعطي نتائج جيدة بالنسبة لهذا الترم فلذلك خلينا نفترض أنه النوكلس هي عبارة عن كرة مشحونة كرة مشحونة بكثافة شحنة منتظمة كثافة شحنة منتظمة موزعة الشحنة في الداخل وفي الخارج We can estimate the column energy in this case as لأنه نحن نتعامل مع binding energy اللي هي طاقة فلذلك هذه عبارة عن طاقة طاقة كولوم التنافرية اللي هي بين الشحنات الموجب بالأخص بين البروتونات فالآن لنفترض من أنه النواء هي عبارة عن كروية الشكل كما في هذا الشكل الآن حتى ندرس أو حتى نحسب اللي هو ال potential الكهربائي داخل النواء تخيل الآتي تخيل أنه بدنا نحضر أو أو نريد أن نركب هذه النواء نركب هذه النواء كما نركب كرة مشحول فأول شيء نجيب بروتون وهذا جيبت وما تحتاج طاقة الآن إذا بدأ أجيبه بروتون ثاني يجب أن أحتاج طاقة حتى أتغلب على قوة التنافر مزوط ومقدارها كبير فلذلك تصبح قوة التنافر بينها وبين أي جسم آخر بدأ أجيبه تصبح قوة قوية جدا أحتاج إلى طاقة عالية جدا حتى أركبه فلذلك تخيل أنه أنا بدأ أجيب شحنات من المال النهاية من الانفينيتي وصير أجمعها بحيث أني أكون كرة بحيث أنه أكون كرة هذه القرة اللي بدأ أكون راح يكون نصف قطرها كابتل آر كابتل آر فأنا قاعد أجمع فيها الآن أول بأول الآن الشحن الموجودة في الداخل هي عبارة عن كيو خلينا نسميها كيو برايم عشان ما نتخربط وبما أنه كثافة الشحنة ثابتة بمعنى آخر كيو على في كيو على في اللي هي كامل الشحنة اللي بدأ عبيها كامل الشحنة اللي بدأ عبيها على في اللي هو كامل حجم كامل حجم الكرة يساوي كيو برايم على في كيو برايم هذه عبارة عن كيو برايم اللي لسه ما خلصتها لسه ما خلصتها على هذا الحجم هذا الحجم اللي هو يتناسب مع مع آر خلينا أفترض هاي عبارة عن R فلذلك هذه هي الرو الكمية ثابتة أو لحظوا يا جماع الكيو برايم ممكن أن أكتبها بدلالة هذا الشكل لحظوا ال V شو تساوي يا جماع ال V تساوي 4 على 3 باي R تكعيب هنا شو تطلع R small تكعيب R small تكعيب الآن ال 4 باي وال 4 باي يطاروا مع بعض الآن أريد أن أكتب كيو برايم بدلالة R small r وال capital R فلذلك يا جماع كيو برايم شو تساوي عبارة عن Q في R تكعيب small r تكعيب على capital R تكعيب الان لاحظوا يا جماع لاحظوا يا جماع الآن ال capital Q capital Q capital Q هي عبارة عن Z في E اللي هي عبارة عن عدد البروتونات في شحنة الإلكترون طبعا الموجبة في شحنة البروتون الموجبة فهي عبارة عن إيش عبارة عن Q Z في E هاي capital Q مش البرايم البرايم لسه ما حسبته الآن خلينا نأخذ مشتقة فتصبح هنا DQ برايم تساوي 3ZE في R تربيع DR لأنه ما في إيش متغير غير R فتصبح 3 R تربيع DR على R تكعيب نوت الآن now the electric potential energy needed needed هنا to bring ونحن مش كاتبينها نكتبها إن شاء الله needed to bring a charge delta Q برايم أنا بدأ أجيب قطع مقدار كل قطعة اللي هي delta Q برايم أو شعنتها delta Q برايم from infinity to fill up the shell between R and R plus DR كما في هذا الحالة هذه RDR هاي هي القشرة ملاحظين هذه القشرة البيضاء أنا بدأ أجيب DQ برايم اللي هي شحن مقدارها DQ برايم بدأ أعبي فيها هذه القشرة اللي سماكتها delta R سماكتها delta R ونصف قطرها اللي هو small R فلذلك as shown in the previous picture فلذلك الطاقة اللازمة حتى أعبي أول بأول الطاقة اللازمة حتى أعبي DQ برايم أعبيها ضمن هذه الشل اللي سماكتها DR هي عبارة عن V P of R في DQ ولاحظوا هذه المعادلة أخذتها في الفيزي الثنين الآن الطاقة هي عبارة عن Q في V اللي هي الشحنة ضرب الجهد الآن هذه عبارة عن Q اللي هي DQ برايم الشحنة اللي جمعتها في البوتينشل الآن البوتينشل يا جماع هذا البوتينشل الناشع عن الكرة الحمراء هنا هنا الناشع عن الكرة الحمراء اللي هو الشحنة اللي جمعتها سابقا شو تساوي تساوي الثابت الكهربائي الثابت الكهربائي في Q برايم على R صحونا لا الثابت الكهربائي اللي هو 1 على 4 باي إبسلون نوت في الشحنة على R الآن يا جماع وهي تساوي 3 K اللي هو الثابت الكهربائي Z تربيع E تربيع لأنه هاي فيها ثاني مرة اللي هي عبارة عن Z في E في R قوة 4 D R على R قوة 6 طيب منين جبنا هذه الأرقام لحظة يا جماع Q برايم هاي هاي هي Q برايم أخذتها من هنا شو فيها R تكعيب Z في E R على R تكعيب كبثة التكعيب الآن لحظة يا جماع هاي الكي برايم الكي برايم هي عبارة عن Z في E في R على إيش على R تكعيب هذه هي R small تكعيب على R capital تكعيب الآن مضروبة في DQ DQ شو تساوي يا جماع DQ هايها DQ هي عبارة عن 3 Z E R تربيع DR على A قوة 3 فالآن لما نضروفهم مع بعضها بعضا هنا R قوة 3 وهنا في R قوة 3 تصبح R قوة 6 R تكعيب مع R تربيع تصبح R قوة DR الآن في عندك Z E و Z E تصبح Z تربيع في E تربيع فأصبحت هذه المعدلة الآن إذا بدي كامل الشغل يا جماعة بدأ كامل بدأ كامل وكامل من صفر ل R لأنه هنا أنا أكامل يا جماعة على سماكة هذه القشرة سماكة هذه القشرة تبلش من الصفر إلى نصف قطر النوى المعتمد واللي هو عبارة عن R فلذلك إذا كاملنا من صفر إلى R ولاحظوا أنه K هي عبارة عن 1 على 4 باي Epsilon الآن لحظوا R تساوي ثلث سو هذه إذا عوضنا فيها طبعا هذه هو نتيجة تكامل 3 على 5 كذا كذا عوض مكان K مقدارها مكان R مقدارها شو تطلع عن المعادلة 3 على 5 K في 6 تربيع E تربيع على 5 R 0 R 0 هي الثابت حتى نوجد نوجد الرقم المضروب بال R radius R 0 خاصة ثابت radius في أي قوة قوة ثلث الآن لحظوا عليش تعتمد لقوة الكهربائية هذه W هذه W هو البوتنشيل الكهربائي هذا البوتنشيل الكهربائي هو نفسه يا جماعة هو نفسه الطاقة الكهربائية المختزنة داخل داخل تلك النوة فلذلك تتناسب مع زد تربيع على A قوة ثلث فهيها ظاهرة في المعادلة أي ظاهرة في المعادلة زد تربيع على A قوة ثلث والباقي ثوابت استبدلتها ب A C ثابت column هذه بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم أرجو أنها تكون واضحة يعطيكم العافية ودمتم بخير والمحاضرة الجاي راح أكمل الحدين المتبقيين بإذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة